برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب عقد المجلس جلسته العادية الثامنة والعشرين في دور العقاد السنوي العادي الثاني من الفص التشريعي السادس وفي مستهل الجلسة عرب معالي رئيس مجلس النواب عن بالغ الشكر وعظيم التقدير لجلالة الملك المعظم لإصداره مرسوما ملكيا ساميا شاملا بالعفو عن عدد كبير من المحكمين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية كما أشاد بالتوجيه الكريم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لوزارة العمل بتوفير برامج تدريبية وعرض فرص عمل للمشمولين بالعفو الملكي السامي هذا وتم خلال الجلسة مناقشة الأسئلة الواردة مع النواب والموجهة إلى عدد من الوزراء وفي بند المشارع بقانون وفق المجلس على مشروع قانون بشأن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965 وفي بند الاقتراحات بقانون قرر المجلس الموافق على المرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب والموافق على تعديل المادة 64 مكرر من قانون العقوبات لسنة 1976 والموافق على تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطع الأهلي اليوم في الجلسة كان عندي مناقشة لسؤال تقدم فيه إلى سعادة وزير الأشغال بخصوص البنية التحتية في مجمع جرة المحرق 262 اللي هو الكائن في شمال المحرق ناقشت مع سعادة الوزير الإجابة اللي قدمها الخاصة ببناء البنية التحتية وتطويرها والحلول المقترحة لتطوير هذا المجمع رد الوزير كان واضح أن هناك خطة تطويرية للمجمع إن شاء الله ولبناء البنية التحتية وفق الخطة المرسومة خصوصا أن نسبة التعمير ما تعدد 60% في المجمع فإن شاء الله نحن متأملين أن يكون فيه حلول جذرية طبعا اليوم في جلسة مجلس النواب تم مناقشة تعديل بقانون مقدم من مجلس النواب بشأن تعديل مادتين في قانون العمل طبعا قبل قيامنا بهذه التعديلات تم الاجتماع مع النقابيين مع الجهات المختصة وذلك لتعرف على النواقص الموجودة في قانون العمل وذلك من أجل توفير حماية أشمل للعامل خصوصا في حال فصلة تعسفيا ترجمة نانسي قنقر